خلينا نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا هالة الحملاوي شكرا مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم وخلال كلمته بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير سيناء شدد الرئيس السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من إبريل من كل عام سيبقى يوما مشهودا في أمر أمتنا يمثل نتاجا نفخر به لحرب أكتوبر المجيدة وقال الرئيس السيسي أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحصن التخطيط والتنفيذ كما أكد الرئيس السيسي أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب ستتحاكى عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء مشددا على أن تحرير سيناء من الاحتلال ومن الإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد يتم الالتزام به ويتواصل العمل من أجل تعزيزه يعقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني ليستكمل تكيزات بدء الحوار المقرر انطلاقه يوم الثالث من مايو القادم وصرح المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال رأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة وأكد المنصق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف يؤكد على ضرورته بحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي هذا وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية ليصل بهذا عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 1539 مواطنا قال منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبدالخالق إن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وخلال كلمته في مجلس الأمن أوضح عبدالخالق أن مصر تعرب عن الأمل في وقف العدائيات واللجوء إلى الحواي في السودان مؤكدا أن استمرار الاشتباكات المسلحات في السودان مدعاة للقلق وخلال الكلمة أضاف منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والعامي والشامل لإطلاق النار قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان بولكر بيرتس إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن لكن لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين للتفاوض بجدية وهو ما يشير إلى أن كل منهما يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر وخلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في السودان أضاف بيرتس أن الوضع في السودان يتصاعد بشكل مأساوي موضحا أن السودان سيخسر حتى ولو ربح أحد الطرفين هذا وقد تجدد القتال في السودان بالرغم من إعلان الطرفين المتحاربين وقف إطلاق النار وأفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي إطلاق النار وانفجارات في مدينة أم درمان وأشارت الوكالة إلى أن الجيش السوداني استخدم الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع وفي محاولة لإبعاد مقاتلي قوات الدعم السريع عن مصفات تكرير للنفط في مدينة بحري انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل